معاني الدكتور رسان سلامي أهلا وسهلا فيك سعيد جدا باستضافتك ومبروك الكتاب الجديد المهم يعني رأينا مندوب الإمارات العربية ما يقوله في الأمم المتحدة نحن أمام 143 دولة صوتت لصالح القرار الفلسطيني مقابل 9 رفض على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية يعني رقم هزيل أمام الدول التي صوتت هل اقتربنا فعلا من إمكانية إعلان دولة فلسطينية بعد كل هذا الصراع الذي حصل وهذه الحرب الدروس إذا اقتربنا من الأمر فهذا يعني أن إسرائيل سمحت لأمريكا بأن تغير موقفها لأنك بحاجة لقرار المجلس الأمن لتأكيد هذا لتأكيد هذا الانخراط في المنظمة العالمية بصفة دولة هذا السماح الإسرائيلي لأمريكا لا أراه راهنا أرى أن هناك تعقيدا حقيقيا وأريد أن أقول لماذا لأن عملية إنشاء دولة فلسطينية على الرغم من أنها ستكون افتراضية حدودها غير واضحة المسؤولون عنها غير معروفين سيادتها بالضرورة منقوصة على الرغم من كل ذلك فإن قيام دولة فلسطينية يعني في واقع الأمر وقفا صريحا لمشروع تعمل عليه إسرائيل منذ حارب 1967 وهو مشروع دولة يهودية استطان الضفة الغربية وضمها وإنشاء دولة إسرائيل الكبرى وهو المشروع الذي عمي عليه بيجين ثم شارون ثم نتنياهو منذ 15 عاما إن وقف هذا المشروع مشروع تحويل إسرائيل إلى إسرائيل الكبرى الذي هو أكبر عناصر عدم الاستقرار في المنطقة منذ أكثر من 50 عاما فإن هذا المشروع سيتوقف في حال أعلنت دولة فلسطينية لذلك عملت إسرائيل في العشرين سنة الماضية على تهدئة الجبهة الشمالية مع لبنان مبنية على القرار 1701 وأمور أخرى وعملت أيضا على تهدئة الجبهة الجنوبية في غزة لكي تهدئ الجبهة الشمالية والجبهة الجنوبية وتتفرغ لعملية الاستطان والضم في الضفة إذا جئت اليوم وأعلنت دولة فلسطينية فإنك تعلن في الوقت عيني نهاية مشروع إسرائيل الكبرى دكتور غساني أنا لافت طبعا بكلامك كأنه إذا سمحت إسرائيل للولايات المتحدة الأمريكية وهذا طبعا يغير الكثير من من يفكرون بأن أمريكا هي التي تقرر ما يجب أن يحصل في إسرائيل توقعت في كتابك قبل فترة غير قصيرة أن ينفجر الوضع ولكني قرأت كأنك كنت أكثر ميلا للانفجار في الضفة الغربية أكثر من غزة لماذا أولا وهل فهمت لماذا انفجر الوضع هذه المرة فجأة هل بسبب حماس فعلا أنها قامت بهذه العملية أنا أعتقد أن صحيح أنني كنت أتوقع أن ينفجر الوضع في الضفة لأنه في الضفة الغربية خصوصا بعد إنشاء الحكومة الإسرائيلية الأخيرة وكلما تنشأ حكومة إسرائيلية تعنون الصحف هذه الحكومة أكثر حكومات تطرفا في تاريخ إسرائيل ثم تأتي حكومة بعدها وتصبح هي الدولة الأكثر أو الحكومة الأكثر تطرفا إذن هناك انزلاق لم يتوقف نحو اليمين واليمين واليمين أكثر وأكثر لكن هذه الحكومة بالذات عملت أكثر من غيرها على أولا استعادة الاستطان بوتيرة أوسع وثانيا وهذا أمر في غاية الخطورة على توزيع السلاح على المستوطنين وعلى تشجيعهم على استفزاز المواطنين العاديين في الضفة الغربية بل أيضا على طرد عدد من القرى أو الدساكر الصغيرة هنا وهناك في الضفة والاستلاء على أراضيها إذن كانت عناصر التفجير موجودة في الضفة الغربية وكنت أتوقع أن تنفجر في أي لحظة لكن انفجرت في غزة انفجرت في غزة لأن هناك أمرا حصل في غزة لم يره أو لم يتنبه له الإسرائيليون كما يجب كان الاعتقاد لديهم بأن غزة قد طبعت إلى حد كبير بمعنى أن هناك صفقة حصلت مع حركة حماس تعطيها بعد عام 2007 مسؤولية الحكم في غزة وتسمح للألاف من شباب غزة للمجيء يوميا إلى إسرائيل للعمل فيها وتسمح للدول التي تريد مساعدة حماس أو تريد مساعدة غزة أن توصل المساعدات إذن كان هناك عملية تخدير إسرائيلية ممنهجة لغزة لكن الذي حصل هو أنه داخل حركة حماس قامت أطراف بكسر هذه المعادلة بقرار واضح اتخذ غداة حرب 2021 القصيرة بين حماس وإسرائيل وتم الانتقال من عملية المهادنة التي كانت قائمة إلى التحضير لمشروع يكسر هذه المهادنة ويؤدي عمليا إلى استرداد الفلسطينيين لقضيتهم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر